من شركة الإسكان والمأوى الإقليمي شيلتر إفريقيا إلى بنك التنمية لسكن مستدام وتنمية حضرية في إفريقيا هكذا كانت مخرجات أشغال جمعية العمل استثنائية التي تحتضنها الجزائر تحت إشراف من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بحضور عدد من الوزراء الأفارقة مكسب إفريقي آخر يندرج ضمن جهود تعزيز التنمية القارية وتمكين المواطن الإفريقي من الحصول على سكن لائق في مستوى قدراته الشرائية وخلال استعراض تجربة الجزائر الرائدة في مجال السكن والإسكان على الضوء استراتيجية الدولة الاستشرافية أكد الوزير الأول أن الجزائر مكنت أزيد من أربعة ملايين مواطن من الحصول على سكن لائق